وفي قطاع الكهرباء في سامراء أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني على ضرورة المباشرة بعقد متلك منذ 2019 لصيانة بحطة كهرباء سامراء واجأ ذلك خلال استقبال السوداني سفيرة فنلندا لدى العراق أنو ساريلا يرافقها وفد يمثل شركة واردسيل الفنلندية المتخصصة في مشاريع الطاقة أبحث اللقاء لعلاقات الثنائية وسبول تنميتها خصوصا في المجالات السياسية والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية الحديثة التي تمتلك فيها فنلندا خبرة واسعة